الزمالك خد زياد كمال بشطارة من امبي ولا امبي اللي كان شاطر مع الزمالك بصة كريم يعني احنا لو رجعنا لحطة الزمالك تحديدا في يناير زمالك اتفك القد بتاعه 25 يناير وكان فضل خمسة ايام وكنت انت بتحاول تعمل سكواد ما كانتش يعني السكواد كان ضعيف جدا يعني كنت بتحاول تعمل سكواد فكان اللعيب المتاح اللي تعرف تجيبه وبرضه بتنساش حاجة تانية انا لسه دافعين نادي الزمالكة لسه دافع مليون وستمائة الف يورو لسبورت انجليش بونا كانت رقم رهيب طبعا فانت ولا فيه لعيبة ولا فيه وقت ودافع كل الفلوس ففيه باجت معين زغيرة جدا مفروض تعبل بها فريق فانت جبت في فترة خمسة ايام حدوش هاللعيب فيه منهم حاجات كانت منتازة فيه حاجات ما كانتش على المستوى فيه حاجات تعاقداتها كانت سهلة وجميلة فيه حاجات عايزة صبر بس ان انت تبقى مثلا معاك اكس اماونت تجيب فيه عدد معين من اللعيبة كل ده نجاحات يا جماعة مجلس الدارة الزمالك ده والله مش عشان انا زبالكاي ولا قريب منهم لازم يتعمل لهم تماثيل لازم يتعمل لهم تماثيل في اللي بيعملوه مفيش حد ما بيغلطش اكيد فيه اخطاء ولو بسيطة لكن في الاخر احنا النهاردة بقى لهم سنة جايبين بتلطين قرياتين والكاس السوبر ضاع برضو ضربات جازة طيب طيب